تعرف حبائي في كتير ناس مشكلتها أنه ما زالوا بيتبعوا إله مجهول ومش عارفين مين بيتبعوا في كتير ناس عايش في السجن التدين يعني أصبح الدين مخدر للضمائر مش عم بيقدر يفكر مش عم بيقدر يوخذ قرارات فالديانات أحبائي كلها بتدور حول الشرائع والتقوس والفرائد بس المسيحية غير بتقدم المسيحين وتتمحور حول شخص هذا الشخص هو الرب يسوع الحي المقام من بين الأموات ما زال يعمل له القدرة أن يغير وأن يغفر الخطايا وأن يطهر وأن يبرر وأن يحرر وأن يعطي الحياة الأبدية وضمان الحياة الأبدية في الحاضر وأن يعطيك وبيكتب اسمك في سفر الحياة لأنه صنع الفدا العظيم هو المصدر هو الوحيد القادر أنه يعمل الله يسمع على الكل له طبعا وجود ذاته الله مش بيحب بس اللي بيحبوه واللي بيطعوه لا الله بيحبك بغض النظر بغض النظر شو ضعفك شو خطيتك الله لا يريد أن يهلك الناس مكتوب الشيطان الإرهابي قد جاء لكي يقتل ويذبح ويهلك قال يسوع أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل جاء يغفر الخطايا جاء يشفي المرضى جاء يبرئ بلادنا جاء يحررنا من الضربات الشيطانية هو غير محدود كامل وجود أزل أحباء قدوس هو رب الخليقة هو المخلص والفادي أيضاً جاء ليحررنا من التدين من مظاهر التدين الخارجي عاوز يحررنا يقول أنه هذا نفس الإله الخالق هو خلقنا وهو فدانا من خلال يسوع المسيح المسيحية بتقدم النعمة الخلاص المجانة الغير مستحق ولكنه أحبنا هذا الإله هو إله إبراهيم إسحاق ويعقوب إله كل واحد يؤمن فيه هو إله وأبو ربنا يسوع المسيح كما يقول عنه الكتاب المقدس هو الإله الحقيقي فمن هو إلهك اليوم في كتير ناس إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم أغلب الديانات هي هرتقة لأن النتيجة تجميع النساء تجميع الأموال إعلان القوة والاحتلال والحرب هذه ليست ديانة المسيح ليس طبعاً سلوك المسيح لا تقدر أن تخدم سيدين إن المسيحية تتمحور حول شخص حي مؤسسة على حقائق تاريخية وإعلام الله في الكتاب المقدس المسيحية تقدم الخلاص وعد بالخلاص والحياة الأبدية وضمانها في الحاضر حياة جديدة وضمان أكيد المسيحية هي الديانة الوحيدة التي تعلم أن الخلاص هو عطية مجانية بنعمة الله يعني ما فيش أي دخل للإنسان فيها مصدرها إلهي استحالة بعيد المنال بالبر الذاتي أعلنت أن هذا الإله محبي وأن هذا الإله يريد أن يخلصك إنه يريد أن يأتي إلى حياتك لأنه مخلص شخصي وصلي من كل قلبي تقولي يا رب افتح عيني حتى أكتشف أعلن لي أنك أنت الإله الحقيقي وحدك بصلي إنه رب يعلن ويبارك ويفتح عينيك وزهنك وقلبك رب يبركك